تحت مضلة الأمانة العامة للأوقاف انطلقت حملة البنك الكويتية للطعام والإغاثة لعيد الأضحى بتوزيع الأضاحي على عدد كبير من المحتاجين المسجلين لديه نعم الحملة بدأت أمس وتستمر لمدة ثلاثة أيام وتهدف إلى إدخال الفرحة إلى قلوب منهم بحاجة إلى لفتة إنسانية خلال هذه الأيام المباركة كعادته في كل عيد وسعيا منه لمساعدة أكبر عدد من الأسر المتعففة بشر البنك الكويتي للطعام والإغاثة بحملته لتوزيع الأضاحي على العائلات المحتاجة يقوم البنك الكويتي بتنفيذ مشروع الأضاحي على الأسر المستفيدة المسجلة لدى البنك الكويتي للطعام والإغاثة حيث أنه يتم توزيع اللحم على ما يقارب 3000 أسرة مستفيدة مسجلة لدى البنك نقوم بتوزيع الأضاحي من ثالث يوم العيد مستمرين إلى غاية خامس يوم من أيام عيد الأضحى المبارك لا يسعنا إلا أن نشكر السادة المتبرعين أهل الخير الذين يساهمون في إدخال البهجة والسرور على الأسرة المستفيدة هذا يجعل الله في ميزان أعمالهم إن شاء الله ما يقارب 3000 حصة سيتم توزيعها على مدار ثلاثة أيام متتالية على الفئات الأكثر احتياجا من الأرامل والمطلقات والأيتام اليوم عندنا أول أيام توزيع الأضاحي في البنك الكويت للطعام والأقاثة من خلال التعاون مع الداعم والشريك الأكثر دعما لنا في البنك الأمان العامل للأوقاف من خلال توزيع الأضاحي على عدد كبير من الحالات المستفيدة عندنا في البنك سيتم توزيع الأضاحي عندنا في البنك الكويت للطعام والإغاثة على الفئات والحالات المستفيدة عندنا في البنك اللي هما الأسر ذوي الدخل المحدود والمطلقات والفئة الثالثة اللي هي الأرامل وأكيد اللي ما ننساهم الأيتام البنك الكويتي للطعام والإغاثة يقوم بجهود متواصلة على مدار العام وخلال المناسبات لمساندة المحتاجين ودعمهم جيان حبيب تلفزيون دولة الكويت